أكد وزير البترول طريق الملة أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ المشروعات الخضراء في العديد من المجالات وأن قطاع البترول ينفذ حاليا عدة مبادرات لخفض الانبعاثات في مواقع العمل المختلفة بالتعاون مع شركائه الأجانب وخلال استقباله سونغ هالينغ رئيس مؤسسة الطاقة الصينية بحث الملة فرص التعاون في مجالات البتريك كيمويات والهيدولوجين الأخضر والأمونيا وتكنولوجيات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وأشار الملة إلى أن التعاون مع المؤسسة الصينية قد يمتد لطعمق التصنيع المحلي للأجهزة والمعدات المطلوبة للتحول الطاقية من جهته أكد رئيس المؤسسة الصينية أن التعاون مع مصر في العديد من المجالات يعد أحد أهم أولوياتها وأنها تتطلع للتعاون مع قطاع البترول في مشروعات هامة للطاقة الخضراء وخاصة في مجال الهيدولوجين